السلام عليكم كيف تمال لباس عليكم مصطحة لباس نتمنى تكونوا بخير على خير انا اجيب لكم مرة اخرى ديور كيتباعوا في مرتيل بثمن مناسب جدا اقرب من البحر تقدر تمشي بدقيقة او لجوش دقائق لجبر البحر يعني الفينيسيون مزيانة بزف موقع ممتاز بزف وفي عوط انا نشري الساكن الاقتصادي تكون بعيدة بزف بزف على البحر يعني لا تستطيع ايضا الساكن الاقتصادي كانت في مرتيل كامل من البحر يعد لك ثلاثة دقائق اربعة دقائق هاتيك غا اشعر انا من مرتيل من تيطوان وعرفة بان ديور الساكن الاقتصادي كامل محتش نسمي كله بعيد بزف على البحر وطبعا انتم تعرفوا الساكن الاقتصادي كيف يكون بني ديالو شوية انا جبتكم هادو الديور يعني بقواجوج اللي خصو الحق دغيا يشريهم ان شاء الله يربي اخلي لكم في اخر الفيديو هنخلي لكم هادا الرقم اللي موالين ديور اتصلوا معاه ويعطي لكم كل معلومات ان شاء الله يربي المهم بحال دبهاد الدر هاتي فيها 78 مت مربع وتاما معقول جدا رغم انها هما موجودين في موطاع مزيون بزف من احسن الاماكن اللي كينا في مرتيل همتي مكان جديد البني كامل جديد تما فيلا تما ساكن هذا المقدم دم مرتيل يعني في ديك جيها يعني المكان محظي لا تخاف شي لا مسترقة ولا متى حاجة خامتي اه شنو اخر موهم انا عشرحكم شو يجد دار فورما ديالا موهم اني كدخل رهي بلبد الزنقا قدما طوالت كدخل كدجبار هاد الصالة تم الكوزينة امريكانية هادي حي تدرد بحار الناس الاغلبية كيتطلبوا بزف هاد الكوزينة عيدا تكون مفتوحن على الصالة كتعجبوا من ناس بزف او الوحيد من بعد تفلي مكي بغيش يقدر يشود يقدر يعمل اي حاجة ماشي مشكل موهم ها هي الكوزينة يلا ها هادي الصالة تم غطفوا الصالة رو المطع التليفزيون موهم ادي اصلا درمي بيوعة عنتي يعني انتو ما تصرفوا عملوا لالفورما اللي قالكم عقلكم هنا يجو بيود الناس هذا هو بيود الناس كبير تبارك الله هو عملوا صالة او عملوا صالة او عملوا صالة عيه كل واحد كيف كيف يريد يعني اقضاء تعمل جود البيود الناس قد تعمل جود الصيلان واحد بيود الناس هي الإطلالة بالليل مكدار شي مزيان اما هي بالنهار إطلالة جميلة جدا قصة مغزالة في البالكون لليلين ولا نهارا ومنسات يقولكم ان هذا المكان هادئ يعني نتلك يجب من الهدوء هذا هو المكان المناسب ملاحظة مرتل بالناس يمشح ويقوم بطاقة得 لك ويب行 بطاقة عنيد الناس صدائج ويقوم بطاقة بطاقة ويضح لكي تصدار رقمات باعه وشوفوا اللي عجبتكم شريوان إن شاء الله يربيتكم من نصيب ديالكم إن شاء الله أنا غنعطيكم الرقم البائع مول ديور تصلوا به وإن شاء الله عطيكم المعلومات كاملة وتفهموا معاه على الثمن وعلى كل شي هو غير يقدر يعطي لكم معلومات أحسن مني وشكرا وما تنسوش طبعا تعملوا لايك واشتراك وتعليق باش يوصلوا للعدد كبير من الناس وشكرا وما السلام